رؤل واحد طبعا من المتميزين والمتخصصين في الأرقام والأمور الخاصة بالكرة العالمية وأكيد هيكون أفضل مني في سرد الأمور الخاصة بصلاح أستاذ دكتور طارق الأدور طبعا ضفنا دايما الكريم من خلال وجوده معنا إن شاء الله نقدر نفصص الأمور الخاصة ليه صلاح ما كانش متواجد من ضمن الثلاثة حتى الأوائل بالنسبة ليه الكرة الزهبية النهاردة البالوندور دكتور استحاقاتي لحظةك يا دكتور أهلا بكتور فروه أهلا بكل مشاهديك الكرام وطبعا هارض لك لصلاح كان دي سنة كان يستحق فيها أفضل بكتور من المركز السامس اللي حصل عليه يمكن أنا باعتقد إن الفرصة بتاعد الموسم الماضي وبالذات لما تحولت الكرة الزهبية بدلا من أن تكون لقب أحسن لها في العام يعني من يناير حتى المساندلت من كل عام أصبحت بالموسم يعني الجائزة اللي قدمت النهاردة إيه يا كريم بالزيمة جائزة خاصة بالموسم الفين واحد وعشرين الفين اثنين وعشرين صحيح في أغسطس عشرين وانتهت في ميونيا الماضي أنه انتهت طبعا معه مباريات داولي عطال أوروبا فكان أمام صلاح فرصة ذهبية أن صلاح كان يقول بانتخب مصر في بطولة كأس الأم الأخريقية وتفسيات كثرة العالم والإيقافة في الشديد ووصلنا إلى نعاء كأس الأمم وخسرنا براكلات التربيح ونفس الحال أمام السنغال أيضا في دور النهارة للتفسيات كأس العالم وأيضا خسرنا براكلات التربيح ففقد صلاح فرصتين كبيرتين هم كانوا الأكبر بالنسبة لأداء اللاعب مع منتحب بلده يمكن برضو قبل ما أقول لك يعني على النقطة اللي هي تغيرت في الكرة الزهبية أو العنصر يتغير هو تغير تقييم الدائزة بدلا من العام بالكامل إلى السائل موسم دي أول تغير تغير ثاني هو التغيير الخاص دي آآ دكتور طارق أنا بعد تنسل حياتك حياتك بتكلم من سماعة يعني هيتفون أو آآ ايربوت أو أي حاجة من حاجات دي لأن الصوت مش مش موسم لا لا ده عادي ممكن يكون الشبكة ممكن آآ 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 تمام كده دكتور صوتك واضح كده صوتك واضح كده صوتك واضح كده دكتور تفضل لدكتور فحصل التغيير الخاص بأن الجائزة أربحت على النموسم وليس العام بالكامل والتغيير التاني هو آآ هو التقييم نفسه لبيعود التقييم كما كان في الماضي بتحقيق الإنجازات العامة مع الفرق اللي بيلعبناها اللاعدة يعني كان قبل كده آآ تقييم اللاعدة المقام الأول كان على الإنجازات اللي بيعملها تمام فيمكن آآ فرانس فردول لقيت إن إن هي آآ ده في ظهر كبير جدا لدعض اللاعبين اللي بيكونوا على مستوى عالي جدا لكن المنتخبات بلادهم ما هيش منتخبات كبيرة زي مثلا آآ روبرت ليجندورسكي واحد من أعظم اللعيبة في السنوات الأخيرة ولكنه ينتمي المنتخب بولندا اللي لا ينافس على ألقاب وكذا فطبعا آآ تم تعديل المعايير الجائزة اللي تكون في المقام الأول على الإنجازات الفردية قبل ما تكون عن الإنجازات الجماعية مع الفريق فمن هنا محمد صلاح حتى على مستوى الإنجازات الفردية هو يمكن إنجاز كبير عمل بالصوص بلقب هداف الدولي الإنجليزي اللي العام الثالث خلال خمس سنوات يعني صلاح في اللي بارفول خمس سنوات فالسيوم بلقب هداف الدولي ثلاث مواسل منهم وأيضا على معلش يا دكتور برضو الصوت يعني برجع زي الأول لوحاداتك بس نقدر نتحرك كده أو نزبط الصوت لوحاتك بعيد بس أسا آه كده هايل كده هايل فالتقييم بقى أصبح من خلال طبعا الإنجازات الفردية للهات أنا بأعتقد اللي فيه آآ آآ يعني آآ مباراة فاصلة كانت فيه آآ ان صلاح يبتعد عن الكرة الزهبية هي كانت في نهائي دولة أبطال أوروبا للي بارفول بريال مدريد وكلنا يمكن تدعنا المباراة بالذات إنها كانت تقريبا من جانب واحد لصالح لبرفول في السيادة الميدانية على الملعب ولكن في النهاية منصول هو فريق ريال مدريد باللقب فطبعا ده أدى إلى ضاع في صورة صراحة جدا صحيح كنا متوقعين ده دكتور ولكن هي الفكرة إن ما بعد المركز الأول إن صلاح بتاعتنا المركز الأول نتيجة طبعا تقلق بنزيمة وفي نفس الوقت حصوله على بعض الألقاب معنا دي أو هو حتى في الدور الأسباني وبالتالي صلاح ليه مثلا إحنا بنشوف ليه ما أخدش التاني التالت يعني برضو دي مراكز تعتبر مراكز مهمة بتعبر عن صلاحه بمستوى الفني اللي كان ظهر فيه وحدا كنا بنقول إحنا بنطالب صلاح حتى أو بنطالب إن نكون صلاح هو صاحب المركز الأول للنسخة الماضية بالنسبة لهذه الجايزة يمكن النسخة الماضية كان صلاح على مستوى الانجازات حتى ما كانش موجود يعني مع منتخب مصر مثلا في العديد من المباريات كالتصوات كأس الأمم المساقية كان تقريبا حضر مباراتين من المبارات الست اللي نعيبها منتخب مصر وكان يمكن ليبربول يمر بالفترة الأولية من الموسم كان بفترة ليست جيدة على مستوى النتائب يمكن النتائب تحسنة بالآخر لكن في البدايات ما كانش نتائب ليبربول جيدة فيمكن كان صلاح أكثر إقناعاً السنادي خصوصاً إنه هو زي ما قلت إنه هو كان مع منتخب مصر على طول في بطولتين كبار وكان أيضاً تاز ببطولة الكاراباو كاب اللي هي كاب ترابطة الأمدين الإنجليزية والإف إي كاب اللي هو كاب بتحالب إنجليزي مع آآ ناجيه وكان لو كان حقق بقى كمان دوري عطال أوروبا والدوري للحظ فضل على الدوري للحظة الأخيرة فطبعاً هو سيء الحظ جداً إن كل اللقات الفارقة معافي الموسم ما كانش الصوق الحقيقة ثواء اللعب على الدوري حتى الثوان الأخيرة من آخر المباريات أسبوع رقم دوري ودراتين للدور الإنجليزي كان بإمكانهم أن يفوز بالواقع بلاولا الفوز الغريب والعجيب منشاسترا سيديا على قول برهارتون رادة سنين لو تتذكر بعد المكان خاص سبح اثنين فطبعاً الضاع الدوري وضع أيضاً مطولة أوروبا وكلنا كنا شايفين إن تقريباً التفعين ديها نسبة استحواز لبرفول فقط سبعين في المية وإضاءة فرص وتألق غير عادي لكيبو كورتوال حارس ريال مدريد وبالتالي يعني كان لقب مستحق جداً للبرفول فقدوا أيضاً فضع فرصة طلاح جداً في المنافسة على اللقب هاجر لكن يكون لنا لاتفق على هذا واحد إن طلاح بالحقيقة كان يتحق مثلاً إنه يتواجد في المراكز الثلاث الأولى يعني واحد من الثلاث الأوائز لكن طبعاً ده هو اللي احنا زعلنا يعني طيب دكتور خلينا أسألك على الألقاب الأخرى بالنسبة يمكن صلاح طبعاً كنا نتمنى زي ما أنت بتقول حيثك كده يبقى موجود في الثلاث الأول طبعاً ساديومانيه أخد المركز التاني وده إنجاز كبير جداً لساديومانيه وطبعاً للسنغال فخر كبير جداً وده أعتقد سببه برضو الوصول لكاس العالم بطولة الأمة أفرقية أكيد ساعدت ساديومانيه إنه يكون في المركز ده شكراً